اشتركوا في القناة الاقتصادية العربية لتطوير شبكات الكهرباء في المملكة بقيمة اجمالية تبلغ 940 مليون دولار وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ويأتي توقيع الاتفاقيتين في اطار المنحة المقدمة من دولة الكويت ضمن برنامج التنمية الخليجي وتشمل الاتفاقية الاولى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 226 66 كيلو فولت بقيمة 200 مليون دولار فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تعديل اتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت بقيمة 740 مليون دولار والتي يوقع عليها في ابريل 2013 هذه الاتفاقيات الوقعت اليوم هي لتقوية الشبكة الكهربائية في مملكة البحرين وهي ضمن برنامج مساعدات الخليجية برنامج التنمية الخليجي وهذه مهم شيء جديد عن دولة الكويت من اسهام في التنمية في مملكة البحرين وهذه الاتفاقيات بتقويتها للشبكة الكهربائية تساعل على توصيل الكهربائية لمختلف مناطق المنطقة ووضع البنية التحتية اللازمة لإقتصادنا ليستمر في النمو هذا المشروع طبعا مهم وكم تعلمون لتزايد وتنامي الوضع العام والطلب على الكهرباء في البحرين الشغيق وهذا المشروع أن يهدف إلى تقضية موضوع نغل الكهرباء لكافة مناطق الشبكة والمناطق البحريني الشاملة عقد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية عدة اجتماعات مع وزراء عرب وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية واجتمع وزير المالية مع دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصرية حيث تم خلال الاجتماع التنويه بالتعاون الوثيق القائم بين البحرين ومصر في المجالات المالية والمصرفية كما اجتمع وزير المالية مع شكر بشارة وزير المالية والتخطيط الفلسطيني حيث تم بحث سبول دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البحرين وفلسطين كما اجتمع مع ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار التونسي حيث تم بحث أوجه التعاون القائم بين البحرين وتونس في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمار المشترك طبعا اجتماعاتنا اليوم تأتي جزء من اجتماعات الصلاة العربية وايضا اجتماعات مشتركة مع وفود دول مختلفة الهدف منها تبادل الخبرات في كثير من المجالات للطلاع على التجارب المختلفة لاستفادة من بعضنا بعض من كيفية تعاملنا مع التحديات التي تواجه كل دولة وكل اقتصاد وايضا امكانيات التعاون فيما بيننا وجود هذا العدد الكبير من رجال المال والاقتصاد في مملكة البحرين مهم جدا لنحن في البحرين ولجميع الدول العربية الى برصة البحرين حيث اقفل المؤشر العام بانخفاض وقدره نحو نقطة واحدة عن معدل الاقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الاسم المتداولة لهذا اليوم مليونا ومائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائة وخمسة وخمسين سهما بقيمة اجمالية قدرها أربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وثمانون جنارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال سبع وعشرين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة اسهمه المتداولة ما نسبته واحد وتسعون بالمئة من القيمة الاجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر